اشتركوا في القناة والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي هي جزء أساسي من ثقافة البحرين وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية منويها حفظه الله بالمنجزات الحقوقية البارزة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان حتى أصبحت المملكة نموذجا رائدا في هذا المجال جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة الملك المفدى في قصر الصافرية رئيسة وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعارة الدكتور عبد العزيز حسن أبل حيث رفعوا إلى جلالته التقرير السنوي لعام 2015 و16 وقد أشاد جلالة الملك المفدى بما تضمنه التقرير من إنجازات وأنشطة على المستويين المحلي والدولي والهادف إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار من الشفافية والوضوح للعمل على حماية وترسيق حقوق الإنسان كما أثنى جلالته على الدور الذي يطلع به مجلس المفوضين والأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسؤوليات من أجل تنمية حقوق الإنسان والعمل على ترسيق غيمها وتوعية المجتمع بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية ونوه العاهل المفدى بالسمعة الطيبة والتغدير الدولي الذي اكتسبته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفضل عملها الذي يتسم بالموضوعية وينسجم مع سجل البحرين المشرف في مجال حقوق الإنسان والحريات وأعرب جلالته عن تمنياته لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية بالتوفيق في أداء مهامهم ورسالتهم الوطنية في صيانة مبادئ الإنسان في المملكة وعقب المقابلة صرحت دكتور عبد العزيز حسن أبل رئيس المفوضية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه أعضاء المفوضية تشرفوا برفع تغريري المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 2015-2016 إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ولقد سعدنا في تلقي توجيهات جلالة الملك المفدى دام عزه وتوفيقه بالاستمرار في نهج تعزيز مكانة حقوق الإنسان وتقديم كافة الملاحظات والاقتراحات التي تعزز مكانة واحترام وصيانة حقوق الإنسان في البحرين على جميع المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق كافة الفئات الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر